هنروح على برضو كرة اليد يمكن خلاص الدوري المحترفين اكتمل التمن فرق اللي هتطلعوا للدور اللي بعد كده خلينا اقول لكم انه الاهل الزمالي اكتلاعي الجيش سبورتينج اليوربس الظهوري اللي هم بالتيران خلاص المرحلة التانية هم التمن فرق دول هتتلعب من 6 فبراير بعد كأس العالم بعد ما نخلص بديوط العالم حقيقة تمن فرق زي ما انتم شايفين ده النسخة الجديدة انه الاتحاد اليد قال لك انا هاخد التمن فرق الكبار طب قلنا قبل كده ليه تمانية لان حتى الاتحاد الدولي يماشي بهذا الشكل بياخد التمنية الكبار ده حتى فيه بطولة في كرة اليد اسمها التمنية العظماء فرقم تمانية ده الحقيقة اتحاد اليد ماشي بالنسخة المصغرة اتحاد المصري كرة اليد ماشي بالنسخة المصغرة بالتحاد الدولي عشان يحط اللعيبة في نفس المود بتاع البطولات العالمية طيب الخبر اللي كنا قلناه من فترة عن اتحاد كرة اليد ان البطولة اللي سفتح لكوية الطائرة ان تأجلت الانتخابات لأجل غير مسمى ده كابتن سامح حمدي ولجنته المؤقتة وكابتن كابتن سامح كان ضفنا من حوالي اسبوعين ثلاثة وكلمنا عن الانتخابات والاستعدادات ولكن تعظيم سلام لقرار الدولة المصرية دكتور أشرف صبحي أجل كل الجامعات العمومية لأجل غير مسمى تعظيم سلام كابتن سامح حمدي فورا بدأ يعدل من قراراته دع الفرق يوم الأربع اللي جاي ان شاء الله يكون فيه القرعة على بطولة او الدور العام القرعة بتاعته خليني أقول لكم ان كان فيه تلات مرشحين كانوا نازلين كابتن فؤاد عبد السلام شريفي شميرلي وعبد الحميد الوسيمي طبعا كل ده اتعمله غلد او طبعا اتعمله تعليق لبعد استئناف الجامعات العمومية ولكن خليني أقول لكم انه غالبا اغلب الجامعات العمومية خلصت بعد 30 اكتوبر ما عادش فيه جامعات العمومية ممكن قانون الرادة جديد اتداك لغاية 30 اكتوبر ممكن تخش في نومبر ولكن تقريبا كجامعات العمومية غالبها انتهت ولكن الدولة المصرية رأيت ذلك وتعظيم سلام لقرارات الدولة المصرية